السلام عليكم أصدقائي تحياتي للجميع يا جماعة الخير مشكلة كبيرة جدا موجودة بألمانيا لم تحصل على مرة تاريخ الحديث بدأت هذه المشكلة الآن بالظهور وهي مشكلة قللة الإنجاب اليوم الصحف الألمانية وهذا الموضوع أخذ أهمية كبيرة ويتم نشر مقالات كثيرة عنها رغم موجود مهاجرين رغم موجود لاجئين من الدول الشرقية المعروف عنها وعن الأشخاص من الدول الشرقية كثرة إنجاب الأطفال ولكن رغم كل شيء نخفض عدد إنجاب الأطفال الآن بعد النصف الأول من 2023 بشكل رهيب جدا صحيفة فيلت أمزونتاغ اليوم نشرت تقرير تكلمت به عن المشكلة وضربة مثال وهو امرأة ألمانية اسمها إليزابيث مولا هذه المرأة عندها دكتورة بالصيدلة معاشها جيد عندها ستة أولاد تعيش بمدينة مونشنغلادباخ بولاية شمال الراين تقول هذه المرأة إنها تجد إن المجتمع ما يتقبلها وينظر إليها والزوجها نظرة سيئة كونهم عندهم أطفال يعني ليس بالعدد الطبيعي الموجود بألمانيا وقالت إنه إحنا نشعر بأن عدد الأطفال الأكبر هو شيء قوي للعائلة والكارثة الكبرى إنه لا أحد يوافقها الرأي بألمانيا والكل ينظر إليهم نظرة عدائية كونهم مخلفين ستة أطفال المشكلة الأكبر أن دراسة أجرتها جمعية الأطفال الخيرية بألمانيا بيّنت أن الألمان بغرب ألمانيا فقط نصفهم يعتقدون أن ألمانيا هي بلد صديق وجيد للأطفال بينما بشرق ألمانيا 30% فقط يتصورون ويعتقدون بأن ألمانيا هي بلد مثالي لإنجاب الأطفال المشكلة الأكبر أنه بعام 2021 كان هناك 783 ألف طفل مولود بألمانيا وعام 2022 كان العدد أقل بمقدار 56 ألف طفل المرأة بألمانيا تنجب طفل 1.4 طفل يعني كل عشر نساء ينجبنا 14 طفل بينما بدول أخرى مثل أفغانستان المرأة الواحدة تنجب 6 أطفال يعني كل عشر نساء ينجبنا 60 طفل بالتالي ألمانيا رغم الهجرة رغم اللجوء المجتمع يشيخ والاقتصاد ينهار ومليونين وظيفة شاغرة ممكن تصير 7 ملايين وظيفة بحلول 2030 إذا ما تم حل مشاكل عديدة منها مشكلة قلة الإنجاب طبعا عدد الوفيات هو أعلى من عدد الولادات من زمان ولكن الآن الفجوة تتسع بين الولادات والوفيات ومن أسباب هذه المشكلة هي أولا من يفكر بإنجاب طفل الآن رغم حصوله على مساعدة 250 يورو الكندا جيلد اللي هي موجودة بأغلب دول العالم ولكن احتياجات الطفل غالية حليب الأطفال غالية وحتى ألعاب الأطفال سعرهم نار بسبب حقوق النشر اللي تجعل حتى الملابس الخاصة بالأطفال يكون سعرها مرتفع من يفكر بإنجاب طفل عليه أن يفكر بأنه عندما يسجل بروضة راح يعاني لأن قائمة الانتظار في بعض المدن تستغرق ثلاثة سنوات حتى يحصل الطفل على مقعد بالروضة والمليونية الوظيفة شاغرة تشمل عدد كبير من المربين برياض الأطفال ثالث فقرة هي عندما يمرض الطفل هناك إزعاج كبير من وقت الانتظار عند الطبيب يعني ولا زمن الذهاب مباشرة إلى الطبيب الآن تحتاج لحجز موعد مثلا العام طفلك يحتاج طبيب أنت أقرب موعد مثلا خلال ثلاثة أو أربعة أيام حتى تشوف الطبيب رابع سبب وهو مهم جدا لقلة الانجاب هو المشاكل الأسرية للمتزوجين فحالات الطلاق بألمانيا تمثل تسعة وثلاثين بالمئة يعني من حالات الزواج يعني تسعة وثلاثين بالمئة من حالات الزواج تنتهي بالطلاق الرسمي بالمحاكم أكيد عدد لا يمكن إحصاء من الزواجات اللي منفصلين الشركين بيها بشكل غير رسمي وكيد عدد غير معروف من الزواجات الغارقة بالمشاكل بالإضافة إلى أمور أخرى خلي الناس ما تفكر بالإنجاب وهي بعض القوانين الأخلاقية الجديدة التغييرات اللي كانت غير موجودة قبل بعض سنوات مثل يعني الهوية الجنسية المتعلقة بمجتمع الميم وهذا الأمر بالمدارس ورياضة الأطفال أزمة الاقتصادية الجديدة أيضا تأثر نقص البناء قلة عدد الشقاق الجديدة يعني أنا كنت بدول عديدة خلال السنتين الماضيتين تجد مشاريع بناء بالشوارع بكل الدول ما عدا ألمانيا من النادر أن تجد يعني بناية جديدة يتم بنائها بالوقت الحالي لما تجتمع هاي الأمور كلها تؤدي لنهاية واحدة وهي بداية يعني قلة أو انحسار عدد سكان هذا البلد خامسا وهذا حسب تحليلي الشخصي فإن قلة إنجاب الأطفال عند المهاجرين قد تكون لأن الطفل هو الشيء الوحيد اللي يربطك بالبلد فبكل بساطة بالمستقبل ما راح تتمكن من الانتقال إلى بلد آخر بسبب إن طفلك التعود على نظام المدرسي هنا وأصبحت يعني لغته هي لغة الأم فبالتالي ما راح تتمكن من نقلة بكل سهولة إلى الخارج شاركوني أراكم بالتعليقات أصدقائي وياريت من يعارض كلامي ينطيني أمثلة ودلائل ومن يتابعنا من خارج ألمانيا ويطمح للهجرة لألمانيا أقرأ تعليقات المشتركين قبل أن تحكم لأن متابعيني هم أناس محترمين ومثقفين والتعليقات هم أعتبرها معلومات وتجارب قيمة الموضوع الآخر أصدقائي البحر الأسود حصل بي شيء ممكن يأثر على أمنة الغذاء بكل دول العالم وهو بدأ يؤثر الآن على أسعار القمح وأسعار المحروقات والغاز بالعالم كله يعتبر البحر الأسود هو المكان اللي ينطلق منه 70% من حاجة العالم للقمح أوكرانيا وروسيا هي أهم دولتين بالعالم بتصدير القمح رغم أنه يعني مو أكبر دول العالم بإنتاج القمح الدولة الأكبر بإنتاجها هي الصين ولكنها تستهلك كل ما تنتجه حتى تطعم المليار و400 مليون نسمة الثاني دولة هي الهند ولكن بها مليار ونصف المليار نسمة فهم يستهلكون ما ينتجونه ويستوردون من الخارج ثالث دولة هي أمريكا هي أكبر دولة بإنتاج النفط بالعالم ولكنها كل شيء تنتجه تستهلكه وتستورد ضعفه من الخارج ما يهمنا هو رابع دولة بإنتاج القمح وهي روسيا لأنها تنتج كثير وتصدر كثير للخارج روسيا وأوكرانيا يستخدمون البحر الأسود بتصدير أغلب بلائعهم وقمحهم لأوروبا والشرق الأوسط ولأفريقيا البحر الأسود أغلق أمام القمح الأوكراني بسبب موقف روسيا عدم سماحة للسفن بأخذ القمح من ميناء أوديسيا الأوكراني اللي هو الآن الميناء الوحيد لأوكرانيا بالنسبة لليومين الماضيين سعر القمح عالميا ارتفع وسعر النفط أيضا ارتفع وهذا أيضا انعكس على أسعار المحروقات بمحطات تعبئة الوقود بألمانيا بفضل الأسلحة البريطانية والأمريكية اللي مكنت الأوكرانيين من ضرب سفن نفطية وموانئ روسية على البحر الأسود باليومين الماضيين ميناء نوفو روسيسك وميناء تامان وميناء توابسي هذه الموانئ آخرها تم ضرب سفينة شحن عملاقة لنقل النفط الخام يوم أمس وتم استهدافها باستمرار لهذه الموانئ وهذا الشيء هدد التجارة الروسية وتجارة القمح العالمية وهو شيء آخر يعني يجعل ضرب الموانئ يلعب بالنار وهو أن هذه الموانئ بها صوامع قمح عملاقة وخزانات غاز طبيعي مثال وخزانات نفط أيضا الموضوع الآخر أصدقائي منذ أن أعلنت الحكومة الحالية الألمانية اللي تم انتخابها بأكتوبر 2021 عن قانون العزل الحراري الجديد بالمنازل القانون اللي هو صديق للبيئة واللي رح يتم تطبيقه بعام 2030 بشكل إجباري لازم تكون كل المباني تغيرت وتجددت وأيضا ابتداء من العام القادم 2024 كل شيء يبنى بالجديد لازم يكون بناء يلبي المتطلبات الجديدة اللي حصل هو أن البيوت والشقق القديمة سيئة العزل انخفض ثمنها بشكل كبير وبعد أن انخفض ثمنها وصل الانخفاض إلى 30 أو 15% حسب قدم البناء لأنها ستحتاج إلى مبالغ عالية بحلوة 2030 لتكون تلبي متطلبات العزل الحراري أحيانا يصل تكلفة العزل إلى 100 ألف يورو للمنزل الكبير أو 25 ألف يورو للشقة الصغيرة هذا الاتجاه المستمر بانخفاض سعر شراء العقارات بدأ تقريبا بنهاية العام الماضي واستمر حتى بداية هذا العام بكل المدن الألمانية المفاجأة اللي تم الإعلان عنها اليوم بالصحافة الألمانية هي أن الاتجاه النزولي بأسعار العقارات بالنسبة للبيع أو للشراء انتهى والآن بدأ بالربع الثاني من 2023 صعود مستمر بسعر المباني السكنية الآن اللي يحصل هو رجوع صعود الأسعار من جديد وأي منزل يرتفع ثمنه بسبب غلاء مواد البناء وزيادة عدد السكان تجاوزهم 84 مليون بسبب موجات الهجرة وأيضا بسبب عدم وجود مشاريع بناء جديدة فاللي يحصل زيادة بعدد السكان قلة بعدد الشقق بالتالي سعرها يرتفع وبالنسبة للإيجارات أيضا تتأثر بهذه الظاهرة الموضوع الأخير أصدقائي حنمر لبسرعة وباختصار يرى الرئيسان السابقان للمخابرات الألمانية اللي هم أوغوست هانينغ وغيرهارد شندلا يرون أن أجهزة المخابرات الألمانية تعاني وهي مقيدة بشكل كبير بقيود سياسية وكتبوا مقال بصحيفة بلد أمزونتاغ ذكروا بيه أن الاستخبارات تعاني من قيود كبيرة وهي فعالة أو الاستخبارات هي غير فعالة بالوقت الحالي وهي تشبه الحراس المقيدين بسلاسل وهم بدون أسنام طالبوا بتغيير كبير بنظام الأمن الألماني وعطاء الاستخبارات مزيد من الصلاحيات حتى تكون استخبارات قوية مثل استخبارات أمريكا وبريطانيا وقالوا بأن البنى التحتية بألمانيا الآن مهددة بسبب تدعيات حرب أوكرانيا ويجب تحمل المزيد من المسؤولية عن طريق الصلاحيات وقالوا شيء خطير جدا وهو أن ألمانيا أحيانا تحصل بها عمليات رهابية داخل البلاد والحكومة تعتمد على معلومات استخبارية من أمريكا ومن بريطانيا بسبب ضعف الاستخبارات الألمانية وقيود سياسية وبريطانيا كبيرة مفروضة هنا وانتقدوا السياسيين اللي ريدون تحقيق شعبية ومصالح انتخابية بأنهم دائما يخوفون الناس من الاستخبارات ويوصلون فكرة بأنها راح تسيطر على الناس وراح تقيد حريتهم وتحركاتهم وحياتهم الشخصية بشكل عام هذا الموضوع وصلنا للنهاية شكرا لحسن استماعكم نلتقي قريبا مع السلامة